رح لها تعالجه من الاكتئاب بعد الطلاق اتجوزته عشان تريحه نفسيا وتاخد فلوسه وانتقاد الجمهور اهلا بكوا في قناة منواعات بوتة لاغبار الفن والفنانين والمشاهير واحدث الترندات على السوشيال ميديا يشرفني اشتراكك في القناة بس ما تنساش اللايك والكومنت الجميل جدل واسع على السوشيال ميديا بسبب زواج الفنان محمود عمر من الطبيبة التي لم تتزوج من قبل تبلغ من العمر 25 عاما وهو 70 عام زوجته صرحت كان جايلي في استشارة نفسية بخصوص الاكتئاب بعد طلاق زوجته الاولى لاشين لاشين في شهر اغسطس 2023 وانهيار حياته وبيته علجته نفسيا وجات من عند ربنا اننا تقربنا البعض عن طريق الفطفضة وبعدها قررنا الزواج والجادير بالذكر ان طلقته لما تسألت عن رأيها في زواجه قالت في تصريحات صحفية دي مسائل شخصية مقدرش اقول لحد انت بتعمل كده ليه وكل شيء نصيب الزواج نصيب والطلاق نصيب وهو ابو لادي وعلى راسي من فوق وعندنا احفاد ما شاء الله ولكن الجمهور كان له رأي تاني جاءت انتقادات سلبية كالتالي علق احدهم هو لما لقى نفسه مفيش عنده شغل قالت جوز واعمل ترند واجيب فلوس وعلق اخر ازاي سمحت لنفسك تعرض للناس بيتك وزوجتك في الصباحية في شقةك عشان الفلوس طبعا وعلق اخر اكيد